ننقل لكم وقاء هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن لبحث مستجدات الأوضاع المتلاحقة في أفغانستان هذه الجلسة تأتي طبعاً بناء على طلب من الناروج وأستونيا والتي ننتظر حتى الآن ما المتوقع أن يخرج منها على ضوء هذه التطورات المتلاحقة وأن يعمل يداً بيد وأن يتصرف معاً وكذلك وأن يضعوا كل جهودهم تحت تصرف والحد منه وسيطرة على حركة طالباً فرغم هذه القوى الدولية التي تتمتع بها كل الدول يجب أن تجتمع كل الدول معاً سيدي الرئيس أن الأمم المتحدة ملتزمة في دعم الجهود ضد حكومة طالبان والحيلولة دون فرض سيطرة حركة طالبان ومن ثم فإننا نضع كل مكراتنا وكل مواصفين تحت تصرف هذا الأمر طالما أن سوف يكون الصوت مسموعاً للعملية السياسية هناك 18 مليون نسمة يحاولوا الخروج من أفغانستان ومن ثم فعلينا أن نتعطى مع هذه الجهود ذكرت حركة طالبان أنها ستتعامل مع المؤسسات الحالية ولكن يجب أن يتم الحفاظ على البنية التحتية ويجب فتح المطارات ويجب متابعة العمليات التعليمية ويجب تفعى رواتب لموظفي أفغانستان ولكن وفوق كل ذلك كل هي علينا أن ندعم الشباب والشعوب في اهتياجاتهم واستشرافاً لقابل الأيام فعلينا أن نحشار محقوق الشعب الأفغاني وأن يمتزل الشعب الأفغاني بكل السقوك والمواثيق الدولية التي يكون فيها طرفاً فيها سيد الرئيس ليس علينا أن نضمن أن الأجيال المستقبلية سوف لن تعاني وضعة الحروب ومن ثم علينا أن لا نهجر وأن لا نترك الشعب الأفغاني خلفنا وشكراً لكم جميعاً أود أن أشكر الأمين العام على هذه الأحاقة والآن الكلمة لممثل دولة أفغانستان تفضل لك الكلمة السيد صاحب المعالي رئيس الجلسة السيد صاحب المعالي الأمين العام السيدات والسادة صباح الخير جزيل الشكر على سيدي الرئيس على إيطاحة الفرصة للحديث عن الموقف في أفغانستان وشكراً لرئاسة الهند هذه الدورة الحالية نحن نرحب ونشيد باجتماع مجلس الأمن بالنظر في موقف أفغانستان لا سيما نشيد بموقف أستونيا على دورهم في تنظيم هذه الجلسة سيد الرئيس اليوم وأنا أتحدث نيابة عن ملايين الأفغان الذين يواجهون مستقبلاً يتسم بحالة كبيرة من الشكوكية وكذلك فأنا أتحدث نيابة عن المرأة والأطفال الذين لربما قد يفقدون فرصتهم في التعلم وفي رفاة المجتمعية في البلد أنا أتحدث نيابة عن مدافعي ومناصر حقوق الإنسان والمجتمع المدني والموظفين الذين تقعوا حياتهم على المحك وكذلك الديمقراطية وما إلى ذلك هناك المزيد من الأطفال الذين هم بحاجة إلى المأوى وغير ذلك من المقاومات الأساسية كما شاهدتم بهم أعينكم فهناك نحو ستة مليون شخص يعانون الأمرين في أفغانستان الآن كذلك وكما تشاهدون الموقف في مطار أفغانستان فإنهم يحاولون كل جهدهم مغادرة بهذا البلد إننا نسمنوا ونشيد إننا نسمنوا موقف أفغانستان أفغانستان الآن We have seen gruesome images of Taliban's mass executions of military personnel and target killings of civilians in Kandahar and other big cities. Mr. President, we cannot allow this to happen in Kabul, which has been the last refuge for many people escaping violence and Taliban's revenge attacks. Kabul residents are reporting that the Taliban have already started house-to-house searches في بعض الوضع الارضة التي يشطط المبارس في بعض الوضعات في بعض الوصلات حولوك تلميز ومتحرك في المنطقة في قبل المنطقة حيث تلك المنطقة، يشط في البداية هناك أيضا للخطر المنطقة لدينا الأفضل لسيولة أخرى في البداية دور ضم ألف صغير من الوضع فإن مجلس الأمن سوف أثمن رسالة مجلس الأمن في أنه سوف يضع التصارفات وسوف يضع مقارات المجلس تحت التصارف لإيقاف الزحف حركة طالبان يكون مسؤولين كذلك فعلينا إذن أن نثمنا وأن نضع مسارات إنسانية لإخلاء الأشخاص كذلك فإنني أدعو الأفغان لأن يفتحوا المقارات وأن يفتحوا مخارج البلاد والمنافذ والممارات لاستقبال المساعدات الإنسانية إنني أدعو لإنشاء وأن تكون هناك حكومة انتقالية تتضمن فيما تتضمن عليه كل الجماعات العرقية التي سوف تنتهي في نهاية المطاف لإحضار السلام وأن نضع حدا لهذه العشرين عاما الصعبة التي عاناها الشعب الأفغاني كذلك فإن الأمم المتحدة لن تعترف بأي جماعة سوف تتبوى السلطة طالما أنها ليست مشمولة ولا تشمل كل أطياف البلد كذلك فإن الأمم المتحدة لن تعترف بأي جماعة إسلامية متطرفة ولكن علينا أن يكون هناك ضمانات دولية تضمن نفاذا على اتفاقات السياسية الدولية وكذلك حجد الجهود والمساعدات الإنسانية لنحو 18 مليون نسمة تضرروا بسبب هذه أسرعات هناك نحو 1.3 مليارات دولارات ونحن نحس المجتمع الدولي على تقديم المساعدات العاجلة لكل أولئك النازحين والمشاردين وفي نهاية كلمتي أود أن أعرب عن خالص شكري للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الأفغاني وشكرا سيد رئيس أود أن أشكر ممثل دولة أفغانستان على كلمته والآن الكلمة للدول الأعضاء الذين يرغبون في الإدلاء بتصريحات الكلمة الآن لممثل دولة إستونيا تفضل لك الكلمة شكرا سيد رئيس أرحب بكلمة الأمين العام وكلمة رئيس الجلسة وكلمة ممثل دولة أفغانستان الأسبوع الماضي أشهدنا وأعربنا عن خالص المشاعر التي نحمل طالبان المسؤولية أمام كل هذه الخسارة كذلك فإن طالبان تتحمل المسؤولية السلامة وأمن كل الأشخاص وكل الشعب الأفغاني إستونيا تحس كل الدول وكل صانعي القرار لتطبيق القانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية وإعمال لمبادئ حقوق الإنسان ما حدث وما تغير في أفغانستان أن نحو نصف الشعب بحاجة إلى مساعدات إنسانية وبحاجة إلى عدم عرقلة المساعدة الإنسانية التي تضمن أمن وسلامة الشعب الأفغاني ويجب أن يكون هناك الوصول السهل لكل المساعدات الإنسانية لتقديم المساعدات حان الوقت للبناء والتأهيل والصلح لا للانتقام ولا للعداء هذا هو الوقت الذي يجب أن نضع قوالب بناء السلم والسلام كذلك فإن يجب أن تكون هناك تسوية سياسية سلمية التي تكفل حماية المدنيين في أفغانستان لسيما المرأة والأطفال وأولئك الذين ينتمون إلى الأقليات والأقليات العرقية ومن ثم حتى يمكن أن يتعاد من خلال ذلك سلام على الأرض سيد الرئيس أود أن أكرر التزام أستونيا نحو الشعب الأفغاني ولكن على أي حال فإن المستقبل الذي يرسمه الساسة والقيادة في أفغانستان على مدار عقود يجب أن يحترم وأن ينصع لمبادئ الحقوق الإنسان ومبادئ القوانين الدولية ومن ثم فنحن ندعم حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة كذلك فإننا نحس كل الشعوب التي تقعوا على الجوار مع أفغانستان لسيما في هذه الظروف العصيبة إذن مشاهدين ننقل لكم جانب من وقاع هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن لبحث مستجدات الأوضاع في أفغانستان استمعنا إلى كلمة ممثل أستونيا في مجلس الأمن وهي الدولة التي كانت من ضمن الداعين لعقد هذه الجلسة والذي دعا لتسوية سياسية تكفل حماية المدنيين في أفغانستان استمعنا أيضا إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش الذي دعا طالبان وكل الأطراف لاحترام القانون ممثل دولة أفغانستان كان قد أشار وحذر من خطورة الأوضاع في أفغانستان حيث الآن لا يوجد حق للأطفال ولا النساء للحصول على الأمان ويفقدون أيضا حقهم في التعليم الموقف في مطار أفغانستان غاية في الخطورة حيث يحاول أفغان مغادرة البلاد هربا من استهداف حركة طالبان بالمدنيين وكانوا قد أشاروا أيضا إلى أن المدنيين تحدثوا عن قيام حركة طالبان بالبحث في المنازل عن أسماء وشخصيات وهناك استمرار لعمليات انتقامية وعن ضرورة أيضا أن يتحمل المجتمع دولي مسؤولياته لما يجري في أفغانستان ترجمة نانسي قنقر